خلال محادثات تتناول نزع السلاح في مقر الأمم المتحدة بجناف الشهر الماضي دقت أجراس الإنذار في القاعة معلنة أن المندبين تجاوزوا قواعد خفض المصروفات الجديدة التي تقيد طول الاجتماعات ووفقاً لوصف أحد الحاضرين انطفأت الشاشات وتوقفت مكبرات الصوت عن العمل لتجبر السفراء على إلقاء كلماتهم بصوت مرتفع عبر القاعة وساد الاجتماعات هرج ومرج وحالة من التشوش والضوضاء وخشي البعض أن يكون الدور على الأضواء وتعد هذه التدابير التي نفذت في مناسبتين على الأقل نتيجة للإجراءات الاستثنائية لخفض التكاليف بمراكز الأمم المتحدة مثل جناف ونيويورك ودخلت التخفيضات الآن شهرها الثالث لحل وضع وصفه أنتونيو جوتاريش الأمين العام للأمم المتحدة بأنه مزعج للغاية ويبلغ العجز 768 مليون دولار في موازنة الأمم المتحدة العامة البالغة مليارين وثمانمائة وخمسين مليون دولار لأن 51 دولة لم تسدد التزاماتها من بينها اثنتان من كبار الممولين هما الولايات المتحدة والبرازيل وعن هذا الوضع يتحدث مارك ليمون المدير التنفيذي لمجموعة يونيفيرسل الحقوقية هذا الأمر له تأثير سلبي بالقطع لكن ثمت لعبة استراتيجية تحدث هنا ولطالما كانت جليا للأمين العام والمدير العام هنا في جينيف ضرورة أن تدفع الولايات المتحدة التزاماتها في أكتوبر ونوفمبر هناك ضغط مدي على الأمم المتحدة وهناك نوع من الرسائل السياسية التي يبعث بها سيكون هناك تبعات إن لم تدفع الدول التزاماتها ويقول دبلوماسيون ومحللون إن أزمة السيولة تشير إلى ضعف التزام بعض الدول بدبلوماسية التعددية مثل ما حدث في تعليق أعلى محكمة استئناف بمنظمة التجارة العالمية في جينيف وتواصل محادثات مناخ التي نظمتها الأمم المتحدة في مدريد الأسبوع الماضي إلى اتفاق محدود ويقول بعض المنتقدين إن الأمم المتحدة يمكنها إنفاق مبالغ أقل على مرتبات كبار مسؤوليها المتضخمة والمعفية في كثير من الأحيان من الضرائب ترجمة نانسي قنقر